اشتركوا في القناة من صور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه تعالى من صار على هدي إلى يوم الدين ثم أما بعد أحبابي في الله هذا اللقاء فأي شيء سنتدارس سنتدارس في عدة مسائل نحن في حاجة إليها وأبدأ اللقاء بآية المجادلة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وبحديث خال المؤمنين معاوية من أبي سفيان رضي الله عنه الثابت في الصحيحين من يرد الله به خيرا يفقه في الدين اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا فالمسألة الأولى أن هناك بلد نهارها طويل وبلد نهارها قصير وفي راجل يعني بسط الله له الرزق الحلال في الأرض فيسافر من البلد صاحبة النهار الطويل إلى البلد صاحبة النهار القصير هذا يجوز ولا يجوز هل سمعت هذا المشاهد بقول ليه بقول ده الشيخ ده فاضي قد بقولي الشيخ ده فاضي ناي والكلام ده موجود آه موجود يا أستاذ الكلام ده موجود بركة الله فيك فيه بلاد النهار فيها 21 ساعة 21 ساعة أيها والليل بركة الله ثلاث ساعات فهذا الرجل الذي بسط الله له الرزق الحلال سافر من هذه البلد إلى بلد نهارها 14 ساعة 13 ساعة إلى غير ذلك أولا المسألة الأولى لو فيه بلد النهار فيها 21 ساعة ده هيصوم ولا لا أيها هيصوم ليه مدام فيه طلوع فجر شادق وفيه غروب شمس واجب عليه الصيام طال النهار أو قصراء طب هذه المسألة الأولى هاتي المسألة الثانية طب هل يجوز أن يسافر من بلدي إلى بلد نهارها أقصر بسبع ساعات مثلا كل أمر كده ميصر هذا يجوز ولا حرج في ذلك أبدا وهذا من تيسير الله عز وجل طيب لو أنه في بلد حار مثل جنوب إفريقيا ويريد أن يذهب إلى بلد معتدلة الجو مثل مصر أيضا ممكن ها ممكن فالمستمع الآن المشاهد الكريم يعني يتكلف 200 ألف جنيه أو أكثر أو أقل من أجل أن ينتقل من البرد إلى الحار مثلا هو عاش في روسيا أو واحد يقول ده روسيا ده بلد شعوعية أيها لكن فيها مسلمين والحمد لله أمريكا فيها مسلمين للترى فيها مسلمين فرنسا فيها مسلمين استراليا فيها مسلمين الصيب فيها 100 مليون مسلم أي نعم إلى غير ذلك فبارك الله فيك هذا يسافر لأن الجو بارد إلى بلد جو حر يسافر إلى بلد معتدلة كمصر هذا لا حرج فيه أنا ذكرت الوقت ثلاثة مسائل المسألة الأولى إيه؟ أن الذي يطول النهار عنده مثلا 21 ساعة يجب أن يصوم طب ليه؟ مدام فيه طلوع فجر وفيه غروب شمس هذا مسألة هي صوم المسألة الثانية انتقل من بلد النهار فيها طويل إلى بلد النهار فيها قصير هذا جائز ولا حرج فيه المسألة الثالثة انتقل من بلد حار إلى بلد معتدلة الجو من جنوب إفريقيا إلى بلد كمصر مثلا لا حرج في ذلك البتة بفضل الله تبارك وتعالى طيب بلد فيها نهار ستة شهور وليل ستة شهور انت بتقول إيه؟ بقول لي أنت سمعته سمعنا إيه؟ في بلد فيها ستة شهور نهار أيوة وبلد فيها ستة شهور ليل دي اسمها إيه دي؟ اسمها البلاد الإسكندنافية البلاد الإسكندنافية ستة شهور ليل وستة شهور نهار ده هيصوم طب إيه الدليل؟ الدليل إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أم قال إن الدجال يعني يعد 40 يوم في الأرض يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالصحابة للدوان الله تعالى عليهم متفكرين في العبادة والطاعة ومقصد خلقهم قالوا اليوم الذي كسنة عن صل فيه يعني خمس صلاة فقط النبي عليه الصلاة والسلام قال أقدروا له قدرة أقدروا له إيه؟ قدرة فهذه البلاد التي فيها نهار ستة شهور ممكن يصوموا على مهبط الوحيين مهبط الوحيين إيه يا ابني أنت يا صغيري اللي قاعد عندك سبع سنين أنت يا ابني اللي عندك عشر سنين مهبط الوحيين إيه؟ اتركيه يا أمهم حتى يجيب هو مهبط الوحيين مكة والمدينة مكة والمدينة فممكن يصوم على مكة والمدينة أو إلى أقرب بلد له فيها طلوع فجر وغروب إيه؟ وغروب شمس ممكن هذا طيب الأفضل للمسافر الصيام ولا الفطر؟ أبينا المسألة دي قبل ذلك قلت إذا إذا هو مسافر وصايم ولا يسعر بمشقة فالأفضل أن يصوم لقول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ولو كان مسافر وصايم وفي شيء من المشقة وصام صيامه صحيح والأمر فيه كراهة والأمر الثالث إذا كان مسافر وصام ويترتب على ذلك در فهذا يحرم ليه؟ هذا يحرم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر أن تصوموا في الصفر ليس من البر أن تصوموا في الصفر والرحمان الرحيم يريد أن تشعر رحمته عليك والحمد لله رب العالمين طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك المسألة التي بعد ذلك هي واحد مات رجل أو امرأة وعليه أيام يعني إيها؟ يعني مثلا واحد صام خمسة يام في رمضان اليوم السادس ماريضا ومات ثاني يوم العيد وظل المرض ملازم إله من ستة رمضان لما اليوم العيد عيد الفطر ممتن يوم العيد هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء هل على ورثته إطعام؟ ليس على ورثته إطعام هل عليه على أولاده قضاء؟ ليس على أولاده قضاء تبتقول إيه؟ أقول المسألة مرة تاني اسمها رجل صام خمسة يام من رمضان في اليوم السادس رجلا كان أمرأة ابتلي بمرض لما ابتلي بمرض عفان الله وإياكم أفطر لعدم قدراتي على الصيام ظل المرض ملازما له إلى يوم عيد الفطر ومات في اليوم الثاني أيها يعني اتنين شوال مات هل يجب على ورثته إطعام؟ الجواب لا هل يجب على أولاده قضاء؟ الجواب لا أين؟ طب مسألة ثانية بقى واحد أفطر بسبب المرض أفطر من عشرين رمضان لآخر يوم في رمضان وشفاه الله بعد العيد بأسبوع وعش شوال وذو القعدة وذو الحجة ومحرم وصفر وفرابعبات أيوة ولم يقضي ما عليه حينئذن هم يطعمون عنه أو يقضون عنهم الأيات طب ليه؟ لأنه كان هناك فرصة أن يصوم وما صار أرجو أن تكونوا قد انتبهتم للفرق بين المسألتين وفقا لله وإياكم إلى رضا أي نعم طيب في واحد عنده أربعين سنة دا لسه ربنا هديه جديد أي نعم وكانش بصلي ولا بصوم رمضان رجل ترك صلى بالكلية ويطرق صيام رمضان وبعدين ركب سيارة السائق ابن حلال فتح على واحد من مشايخ زي مثلا من أسيادنا العلماء شيخ أبو سحق الحويني شيخ مصطفى العدوي حد من أسيادنا العلماء خطرنا ذا وإذا به يتأثر بما سمعه من العالم من خلال النصوص القرآنية الكريمة ومن خلال كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فكان ذلك سبب رجوعه وتوبته إلى الله عز وجل طيب عرفنا السؤال يهي دلوقتي السؤال يعمل ايه في الصلاة اللي فات طراء وصيام رمضان اللي فات هذا الجمهور يقول عليه قضاء ايه القضاء وطائفة من أهل العلم قالت الرجل كان كافرا ومن الله عليه بالإسلام فليس عليه شيء إلا صدق التوبة وعليه أن يحافظ على تكبير الإحرام في صلاة خمسة جماعة والسلام الراتبة القبلية والبعدية وربنا يكرم صلاة الضوحة وقيام الليل لا أدنى الرسول والسلام قال في صحيح مسلم حديث عمر بن العرص الإسلام يجب ما قبله وقال التوبة تجب ما قبلها والحج يجب ما قبله هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وأذكر به حضراتكم الأكارم على الله أن ينفعني وإياكم بما قلت فشكر الله لكم حسن توجهكم واسلماعكم وصلى الله عليه وسلم وبارك على البشير النبي المحمد وإلى لقاء قادم إن شاء الله أستودعكم الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة